مرحبا بكل سادة المشاهدين والمستمعين في كل مكان تبتم وطابة مساءكم بكل خير وهلا ومرحبا بكم عبر واحدة من حلقات ألو مرحبا واللي دايما من خلال برنامجنا بنفرد مساحة كبيرة لكل سادة المشاهدين والمتابعين عبر أثير موجتنا وأيضا مواقعنا عبر السوشال ميديا إنه يتم التواصل معهم مباشرة من أجل إرسال التحايا والأشواق كل التحايا والأشواق للزميلة ريان ونقول لها إن شاء الله ترجعي بالسلامة وإجازة سعيدة إن شاء الله يا رب أسعد كثيرا اليوم من داخل الاستيديو أن يكون معي واحدة من السديدات الجميلات ذوات الروح الطيبة والشخصية الشفافة وأيضا طيبة المحشر وطيبة الإطلال الجميلة أسعد كثيرا التقي بالدكتور سلوى يوسف شحات من المملكة العربية السعودية أهلا ورحب بيك أهلا وسهلا بيك وأنا اللي يتشرف يا حبيبتي وأسعد بمعرفتكم والله يخليك مساء الخير عليك مرة ثانية وقامة طيبة إن شاء الله بقلبك يا رب إن شاء الله الله يخليك دكتور سلوى أكيد يعني دايما لما الواحد يمشي لمنطقة بنحاول نسأل وأول سؤال هل دي أول مرة ولا قبل كده تكررات الزيارة؟ لا والله للأمانة أول مرة وما حتكون آخر مرة جميل بجد للأمانة أول مرة صحيح أول مرة طيب أسباب الزيارة شنو؟ والله هي زيارة عمل للأمانة أول شي يعني أن عرض علي عمل في السعودية من شركة السايح للمعالجات هي تبع المعالجات أنا جاي أساساً هنا لتطوير مهنة المعالجات في السودان فلما نعرضوا عليه قالوا لأنه يعني نحابب نعمل دورات تطويرية للصوالين والخبيرات أو الأخصيات اللي تبع لهذا المجال فأنا حببت يعني رقيت الفكرة مرة رائعة قلت طب كويس يعني قالوا عندهم ضعف شديد في النجال دا قلت ملا أنا معكم يعني إذا في شيء تطوير للمهنة أنا معكم أنا حابة تطوير المهنة دي في أي مكان في العالم أنا حابة أطويرها فوالله مشيت معهم فجينا ما شاء الله تبارك الله هنا جهزوا تجهيزات جداً رائعة رتبوا كل شيء من أول يوم ما شاء الله دخلت السودان استقبالهم رائع فجينا ما شاء الله لتطوير المهنة للمعالجات لقيت السودان كيف؟ للأمانة شعبها وروحها وكل شيء فيها حلو أكتر حاجة عجبتك شن؟ شعبها شعبها جداً رائع جداً جداً رائع طبعاً مجالك بيخليك أنك تكون محتكة بعدد كبير من الشخصيات والسيدات خاصة طبيعة المرأة السودانية لقيتها كيف؟ دائماً السودانية عندها خصوصيات معينة وعندها طبع معين وعندها فكر معين بيختلف من بقية السيدات فأنت قدرت تتلمسي الحساس والحاجة دي؟ والله لمست من أول يوم طيبة 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 حب يعني لما أنا دخلت كنت داخلي لسه أول مرة يعني أشوف المجتمع ده فأول يوم دخلت أول ما في المصعد لسه وأنا طالعة أهلاً وسهلاً وما أشوف بسألهم فين القاعة أخذتني بيدي وتعالي ومعانا يعني لقيت حب شديد ترحيب شديد يعني أول ما دخلنا وبدأنا المحاضرة لقيت أنس كده محبة حنان يعني ما تدخل كإني حسيتش بلدي يا سلام والله بجد 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 مرة حبيت حسيت المرة السودانية مختلفة من السيدات العربيات شوفي ما شاء الله تبارك الله ما في يعني اختلاف كتير أنا من وجهة نظري بس حسيت أنه فيهم للأمانة عشرة يعني أنا ممكن سفرت كتير وانطلقت في المجال هذا علمت كتير لكن فيه تحفظ كتير ويعني لكن هنا لا ما حسيت أنه فيه قيود لا حسيت أنه يعني من أول يوم الدورة كانت أربع ساعات من أول يوم طلعت بعد الأربع الساعات بيني وبينهم عشرة يعني أنا قلت يمكن أول يعني ما يعني ما يحبوني يمكن أنا ما أرتاح لهم لا يعني للأمانة حساس مرحة حلو إحساسك جميل مرة مبسط منهم شخصية جميلة جدا جدا يعني اليوم اليوم الوضع كان الختام للدورة يعني بحزن بنودع بعض ثلاثة أيام الدورة لأنها كانت عشرة بتاعات بالزبط بالزبط كأنه عشرة من زمان نعرف دي 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 طبيعة المرأة السودانية إنها دايما من الشخصيات العشورات بجد يا دي لا يجيك العافية يجيك العافية اختيار المجال دايما من واحدة من الأشياء اللي بتتوقف في الاختيار هل اختيار المجال بيأخذ منك صعوبة في التفكير أو الاختيار أو تحديد الفكرة ولا كانت الحاجة جات كده بسهولة المجال قصلك في مجالي أنا مجالك انت اختيارك للمجالة هو هوايا كخبيرة في عالم التجميل وعالم الموضع يعني انت عارفة لي 30 سنة في هذا المجال بدأت وانا صغيرة فيه حبيته لأنه هو هوايا يعني هوايا من وانا صغيرة أحب ألمس أي شي فيه جمال أحب أتابع في التلفزيون أحب المجلات أي فيج مجال فأول ما فتح في السعودية عندنا أكاديمية على طول وانا صغيرة على طول التجأ فيه ودرست فمرة حبيته يعني وطورت يعني في 30 السنة لا دي سافرت بلدان كتير سافرت إيطاليا البرازيل مصر دبي تركيا كذا كل ما كان فيه تطوير أحب أروح أطور وأتطور يعني أطور نفسي وأطور غيري نعم بتحس إنه دايما المرأة عندها مساحات ضيقة ده عند بعض المفاهيم إنه مساحاتها ضيقة في اختيار التخصصات اللي بتخصها خاصة في عالم الجمال والموضة صح فيه اللي بتثقف وبيقدر ينمي الموهبة دي وفيه اللي بيقيف محلة كسير ما بيحاول إنه يطور من نفسه عشان يقدر يعرف إنه الحياة دي سايرة لي وين أو ما شاوين أو وصلت لهذه المستوى إنتي قدرت في خلال التلاتين سنة تعملي دورات تدريبية في الدول مختلفة تعملي كورسات داخل المملكة ما شاء الله داخل المملكة مرة مرة كتير يعني ما شاء الله عدد مرة كبيرة عملت يعني ما شاء الله في تابوك في الرياض في المدينة في جنوب في الشمال في كل مكان ما شاء الله طلعت وبعطي دورات وغرفي دائما ما تنصحي السيدات بشنا لا أبغى بالعكس هذا المجال أنا حابة الكل ليش أنا بطور ليش بطورهم أنا حابة هذا الشي جمال جمال يعني لأي إمرأة وبعدين لازم تبدع في الجمال المرأة مش لازم إلا بالميك أب الكثير أو شي لا لا هي لو تجملت بالبسيط وجملت روحها حتى حيظهر عليهم فهي تلجأ وتدرس وتطور نفسها يعني أحاول إني قد ما أقدر أنشر الواعي ده لازم تدرسه لازم تتعلم ولازم حتى لو ما قدرت أن ليش أنا بسافر لهم اللي مو قادر يجيني أنا وحدة أقدر أسافر لعشرين لتلاتين لكن التلاتين والأربعين يمكن صعب جيتهم لي فأنا لا أنا رحالة فرحالة للجمال ما عندي مشكلة ما عندي مساحة أحنا طالما نتكلم عن الجمال وانت جيت السودان ملتقى النيلين أرض السودان أرض السمر أرض الجمال والطبيعة والخضرة أهل الجمال لقيت شنو والله جمال ينتيك العافية يا رب ينتيك العافية جمال خلقا وأخلاقا وروحا صراحة للأمانة أكتر حاجة جذبتك في أرض النيلين أنا لينة الآن ما طلعت كتير يعني لكن اللي أحتكيت فيهم المرأة السودانية يعني بجد ما حيوفي كلامي فيكم للأمانة مو عشان مثلا أنا في بلدكم لا الطيبة اللي أنا لقيتها والحب الشديد منهم اللي يعني كإني يعني ما تتخيلي هما بلاشي أنا دكتورة سلوى شحات أنا إنسان طبيعية زي زيهم عشت معاهم بثلاثة أيام في كم ساعة كده لا كإنه عشرة سنة كإنه عشرة سنين حبين الجمال حبين هما أصلا حبين يطوروا نفسهم في هذا المجال مرة عندهم عشق لهم يطوروا نفسهم يعني حتى حبين دورات زيادة نعم حبين السلوى أكتر دكتورة سلوى إحنا طبعا دايما ما نتحدث عن الجمال وعندما نتحدث عن الجمال بنذكر دايما النيلين كويس بالتأكيد زرت النيل وشفت طبيعة النيل النيل أنا الفندق مطلع على النيل كل يوم أفتح للشباك الستارة عفوا وأطول وأصور وأصبح عليها أصبح على النيل كل يوم أقولهم إطلالتي من الفندق على السناب عندي النيل جميل جدا جدا يرد الروح الخضاري اللي حواليينه بعد الزيارة دي بتفكرينك تاني تجي السوداء إن شاء الله لأ قلدي حددنا من اليوم اليوم حد لما قلتهم خلاص حددوا متة تبوا الدورة الثانية عشان نبدأ نسوا أنا سيستعيلا جميل جدا جميل جدا حتى نقولي ثقافة مختلفة فكري مختلفة أنا قيدوا أنا قيدوا ما شاء الله من الآن يعني أنا سنابي مفتوح فأنا قيدوا بصوروا باتكلم فلقيت أهل السعودية بيتابعوني بيقولوا لي إحنا يعني كويس إن إنتي غيرت وجهة نظرنا عن السودان إحنا ما كنا مفكرين الجمال في السودان ما كنا مصيرين الصور اللي أنت بترسليها الطبيعة الجمالة الحلو اللي أنت بترسليه كنا مفكرين مناظر تانية فبالعكس إنتي كده يعني بيقولوا لي غيرت غيرت مفاهيم كثير عننا عن السودان خالص خالص فبالعكس أنا مبسطة أنه لقيت أني أنا نقلت صورة حلو الحمد لله فعلا مرأة ليس كمن سمع بالزبط بالتأكيد بالزبط إحنا يا ريت لو كانت المساحة تطول عشان نقدر نخوض أكتر وأكتر معاك جدت رسالي شحات تحب ترسلي المسج لكل سيدة سودانية عبر مسيرة الجمال والتنوع والإداء والتفرد أحب لأنهم ومشاء الله تبارك الله الشعب مثقف الشعب متعلم حابب يعني يطور من نفسه فبالعكس أنا أيدهم وأقول لهم أنا يد لكم التانية وأي شيء يحتاجوا أنا معاهم في التجميل وفي دي المسيرة في تخصص اللي أنا أعرف أنا معاهم فيه أي حاجة اليوم قالوا إبوا دورت قصبة من عيوني حامل لكم إبوا دورت صبغات حنعمل أي شيء في التطوير أنا معاهم بالعكس ريت كل وحدة يعني أو كل سيدة سودانية حتى في أي مكان أنا دايما أقول أنا معاها أنا يدي أنا اليد التانية لها يدي لها وحشين عشين نشوف المجال هذا متطور في دول العربية أكتر من دول أوروبا نبغى في الوطن العربي المجال يقوله الوطن العربي بيطلع بس يعني بيعمل أشياء أكتر من أوروبا ومن الدول التانية لأ خلينا إحنا نكون نمبر ون في هذا المجال إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هل الإقامة حطول؟ للفترة حتى تكسر وما قناتحرف منك ما حشوفك والله للأسف إن أنا بكرة ماشي يا أخي إن شاء الله توصلي بالسلامة وربنا يوفقك وليتمنى إحنا نشوفك في زيارات قادمة إن شاء الله زيارة خاصة بعيدة عن مجال العمل بعيدة عن الطبع خاصة كده بكب الأسرة أيوة عشانا تفسح وأشوف كمان أكتر عن البلد وعندنا ولايات في السودان هنا ولايات جميلة جدا جدا عندنا طبيعة ساحرة وعندنا سياحة غريبة كمان طلعت معرض أكسبه في دبي فدخلت على جزء السودان أبعرف قبل ما أجيه فماشاء الله شفت شلالات ومناظر طبيعية وصور يعني قلت لولدي كما يبقله شوف المناظر كيف في السودان يعني قبل ما أنا أجيكم أنا قدي يعني بحث صورة لأولادي ماشاء الله تبارك الله إن شاء الله الإجازة جاية ورحلة جاية تكون مع الأسرة الكريمة أنا بشكر كثير دكتور سلوى أنا لي أشرف أني تعرفت بيكم الله يخليك خبير ومستشار في عالم الموضة والجمال على هذه الإطلالة الجميلة وعلى هذه الزيارة برغم أنها قصيرة لكن بالجدد داتينا أحسس أنه إحنا بنعرف بعض من بدري ومستشارة بالتقلق في مدقاحات سايك هذه اللي بينه وبينك حسستني أعرفك من زمان روحك جدا خلوة بشكري كثير إن شاء الله يا رب أن يكتب السلامة وتصالب السلامة لأولادك كل التحية والأشواق ليك ولأسرتك إن شاء الله يخليك إذا مشاهدين زي ما تابعنا مع بعض مع دكتور سلوى عالم الجمال والموضة والإحساس بوجوده داخل السودان عبر ملتقنين هذه الأرض أرض السمر أرض الجمال والإبداع والتميز والتفرد ده السودان ودائما يقول ده سودان نريد نفتخر به إحنا هنطلع فاصل إعلاني ونرجع داني حبيكم مشاهدين وما زلنا لسه متواصلين معاكم عبر ألو مرحبا وعبر هذه المساحة الجميلة التي دائما ما نفردها لكل سادة المشاهدين والمتابعين وأيضا محبي برنامج ألو مرحبا اللي من خلاله منتلقى عدد من الرسائل وأيضا الضحايا وبعض المهاتفات عبر الهاتف عبر أرقامنا الموجودة أسفل الشاشة إحنا اليوم كنا سعيدين أنه كانت كاميرا ألو مرحبا في زيارة لأستاذ عبد الرحمن عبدالدايم رئيس رابطة ولاية الشمالية سابقا بالمنطقة الغربية بجدة ومن خلال هذه المحطة تابعنا عدد من الرؤى والأفكار وأيضا حنتابع ونشوف البحصة الشرطة أنا في اجتماعي في المملكة العربية السعودية وما قدمته وما حد قدمه إن شاء الله بإذن الله لأنك ترايد من الروادة العام للعام في المملكة العربية السعودية أنا قدمت للمملكة العربية السعودية في يوم مشهود يوم 18 أغسطس 1973 كان يوم تغيير الحركة من الشمال إلى اليمين حركة السير في السنان في الخرطون لأنثى ذلك اليوم ذلك التاريخ ومنذ تلك الفترة جيت وعشت بين آباء كارم وعمام كارم وإخوة عزاء تعلمت على أيديهم ما تعلمت وبدأنا في العمل العام بداية من دار مسكين جمعية مشهود الجمعية التي كانت الملاز والمقر العام منذ أوائل السبعينيات لجميع السودانيين هذه السفارة التي هي استقبلت الزعيم إسماعيل أزهري أبو الوطنية عند عودته من باندون عندما عاد في معية الملك فيصل استقبلوه في جمعية مشهود وغاموا بالواجب نحوه ونحوه ونحو الوفد المرافق له ويجهزوا لهم التذاكر جد الخرطوم وغاموا له حفل خطاب خطابي وعشاء حضره صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل كلفت برئاسة رابطة محافظة الضنغلة والشمالية وحتى يومنا هذا وأنا على هذا السرير إخواني أبناء الشمالية لم يتخلوا عني ونحن قمنا بأشياء كثيرة جدا منها الموالح حملة العطش أيام النميري حيث كان جمع المبالغ وكان والدنا عمنا ممتاز هو من دفع المبلغ الأول عشر ألف ريال وفي المساء أقام السفير حفل عشاء فسأله العم ممتاز لمن هذا الحفل ولمن العشاء قال لكم أنتم الذين دفعتم هذه المبالغ يتي ما تغيرت ولا غداي يوم الجمعة ما تغير غدا القراصة لو جاني مين من الناس ما عندي غدا يوم الجمعة إلا القراصة لكن الدائرة لي حيثان يعني في أي يوم تاني علاقة بالسعوديين علاقة غوية جدا جدا وخاصة في المنطقة الشرقية عندما كنا في رأسطنورة فرام علاقة غوية جدا جدا الرسالة الأولى لأهلي في الشمالية ضناقلة ومحس وبديرية وشوائقة وسكوت حلفة والله إذا قلت باللغة أقول لمعلش يعني خلوكم على نفسكم أقول لكم يا أخوانا إن إن دارو برنقوه إن دقور جن دامو دي نادر والله إن دقور جن دامو إن رأسوغي طواية تدو نقوه تقوم مقموه إرادة ما لقاو ترقروا والله إكتر خيركم بارك الله فيكم ما قصرت عشان نفهم للناس الآخرين كمان نقول لهم يا أبناء الشمالية أنتم أعظم وعزة الناس والله أنت أهل الحضارة سيروا بطريقكم يا أبناء وإخواني أنتم خدمتم الوطن ما خدمتم الشمالية والله العظيم نحن قدمنا ما لم يقدمه أي جهة ما خلينا دعم دارفور ما خلينا تعالية الرسيرس ولا فيضانات القاش ولا تاهيل مستشفى برسودان ولا الكادقلي ولا سيول الكادقلي ولا سيدون في نهر النيل أي جهة في السودان كانت الشمالية هي الأولى التي تدعم وتقدم وتقدم وحتى يومنا هذا وبإذن الله حتى الغد والشمالية عظيمة بأبنائها وبرجالها في المهجر وداخل السودان وأينما كانوا نتمنى من علي الغدير أن يرفع من شأنه منه أن يعافيه ويشفيه وأليه بالعافية تحياتنا لكل أهلك وأبنائك داخل البيت محمد طاهم ومحمد عبد الله هيستمع السين في الإعداد من جدة المملكة العربية السعودية لك التحية لك التحية الأستاذ عبد الرحمن عبد الدائم على هذه الروحة الجميلة وهذا الإحساس الجميل إحساس السودانيين أينما كانوا البسطة شديدة إن أنا سمعت صوتك وعجبني أكثر إنه قال لسه يعني إحساسه بيوم الجمعة وتفاصيل يوم الجمعة ما زالت قايمة والقراسة والفكر السوداني اللي إحنا دايما بنفتخر به وبنحتز به لك التحية زميل محمد طاها محمد طاها عفوان على هذه المحطة وعلى هذه الزيارة وهذا الروح وهذا الألق من أجل رفع الروحة المعنوية للأستاذ عبد الرحمن عبد الدائم منشكر الكثير على هذه الإطلالة إحنا ما زلنا متواصلين معاكم وزي ما ذكرت إنه عندنا عدد من المحطات المختلفة والمتنوعة اللي من خلالها حنقدر نصل لكل البيوتات السودانية ونقدر نوصل عدد من الرسائل المختلفة وأيضا المشاركات السودانية عبر جالياتنا عبر الدول المختلفة محطتنا الجاية ستكون واحدة من المحطات المتميزة من حيث العلم والمعرفة والأكاديميات حفل تكريم الطلاب المتفوقين في امتحان شهادة الأساس والشهادة السودانية بمدرسة المدرسة السودانية بقطر وحضور عدد كبير من الجاليات السودانية وأسرة السفارة السودانية نتابع المحطة القادمة ونرجع مرتان نحن نحتفل في وقت هذه النجاحات وهذا النجاح لم يأتي من فراغ منما الجهد الكبير الذي مزل من قبل إدارة المدرسة ومن قبل المعلمين والألماء الذين ما فتحوا يبذلون أبالي نفيذ من أجل بناتنا وأبنائنا في المدرسة السودانية النجاح أدمر شعور بالحياة وهو البداية التي يحقق فيها الإنسان طموحه ليصل إلى مستقبل مشرق ويبدأ النجاح بحلم محفوف بالأمل لكن هذا الحلم يلزمه العمل والسعي والشغف والطموح الكبير ليحقق الإنسان ما يريد فالنجاح ليس مجرد رقبته وإنما هو سعي وأحلام يوم السوداني خالص جديد من الفرح والسعادة بنتيجة طلاب المدرسة السودانية والتفاق احتفال عظيم في الدوحة بمباني وصرح المدرسة السودانية باسم أولياء الأمور باسم الجالية السودانية نتقدم بالشكر لغناة النيل الأزرخ على تغطيتها وكنا قبل سبع شهور في لغاء مماثل مع غناة النيل الأزرخ بل حبيب على قلوبنا بدأنا الامتحانات واليوم نحتفل بالنتيجة العظيمة التي حققها ابنائنا برغم ظروف كورونا والتعليم عن ذلك يفتأ التقدم إلى النجاح من الصباح الباكر فعلى الشخص الذي يسعى إليه أن يخطط لصباحه من الليلة السابقة وأن يصنع عادات جيدة ليفعلها في الصباح ليكون على استعداد كامل ليومه الذي سيبدأ فهذا ما يفعله الأشخاص الناجحون ومن المهم أيضا أن يخصص الإنسان وقتا للإسترخاء فالعقل والروح أيضا بحادث إلى الراحة كما أن الأشخاص الناجحين أيضا لا يدعون مكانا للتشاوم إذ يبدأون يومهم بإيجابية كاملة فإذا فشلت لا تيأس لأن الفشل بداية طريق النجاح نتيجة لكل هذه الجهود ما بين الأسرة المتكاملة سواء كان في الجالي أو في المدرسة أو في مجلس الأمم أو من السفارة والسفارة طبعا في دعم السمر بالنسبة لنا في المدرسة وما ننسى برضو وزارة التربية والتعليم في السودان لها دور كبير جدا في العمل على دعم المدرسة ويستغرارها في الدوحة وأكيد شكرا لكم أنتو كل الناس تتابعتنا عبر قناة نيلازرق من هنا من العاصمة القطرية الدوحة واحتفائية المدارس السودانية بتكريم المتفوقين والمتفوقات تابعنا للكسير من المحطات عبر هذه المساحة ومن تحياتي أو جيدك باش وتحياتي شرف كامل في التصهير تحيى لكل أبنانا في الجالية السودانية بقطر ومزيد من التقدم والازدهار والتوفيق في حياتهم العلمية القادمة إن شاء الله وهذا دائما ما نتمناه لكل أبنانا عبر الجاليات السودانية وعبر الدول المختلفة أن يكونوا دائما من المتفوقين ومن الطلاب الذين يشاروا إليهم بالبنان هذه هي ثمرة الاختراب التي يتهد من أجلها الآباء من أجل تحصيل العلم والمعرفة والارتقاء بمستوى الأبناء حتى يصلوا للمستوى اللي نحن نشوفه فدائما الناس كلما تتذكر أنه مختربة وبعيدة من أسرها وبعيدة من بلدها ومن ناسها ومن أحبابها بتتذكر أنه تعابد رحل شنو أو مشل شنو أو وصل شنو إن شاء الله يا رب كل أبنانا متفوقين وكل أبنانا دائما في أعالي الدرجات ودائما من نجاح لنجاح لك التحية الزميل عوض الجيد كباشة على هذه المحطة الجميلة ودائما ما أسعد بالتقاع عدد من الزملاء في مختلف المحطات العربية والدول العربية المختلفة وهم دائما يحملون شعار قناة النيل الأزرق عبر أثير مختلف ومتنوع ومتجدد إحنا لسه متواصلين وزي ما ذكرت أرقامنا أسفل الشاشة من أجل التواصل والمتابعة وأيضا تلقي بعض الرسائل والمهاتفات من كل الأحباب ومن كل الأصدقاء عبر برنامج ألو مرحبا اللي بيفرد ليكم دائما المساحة من أجل المراسلة والتهادي والترحاب وأيضا التبركات عبر هذه المساحة ما زلنا متواصلين وعندنا لسه محطة تانية عبر الهاتف تكرينوا الكنترول جاهز للحاجة دي طيب نقول جاهزين بعد اتصال من الأستاذ إبراهيم عز الدين رئيس الجالية العاشرة من العاشر من رمضان بجمهورية مصر نقول ألو السلام عليكم وعليكم والسلام والرحمة أستاذ ندعك كيف حالك أهلا ومرحبك كيف يا أستاذ إبراهيم أنا أحمد محمد عمر إن شاء الله أخوانا لكن مريك السعودية يبدو أن الخطوط تداخلت فأكيد ما في مشكلة ما في مشكلة سعيدة جدا بسمح صوتك كيف حوالك وعلى سعيد الله سعيد أننا مع وجه جديد في كوكبة الإعلامين يديك العافية يديك العافية إن شاء الله لكل الإعلامين الذين هم بقدموا لنا الغالي والنفيش يديك العافية إن شاء الله ولك التحية كيفك وكيف هلنا كله إن شاء الله بيسين تمام والله الحمد لله وكيف مع نسيمات الشيطة البدد وغني الناس كلهم بشلال خوال فردا فردا يعني والأخوات وبالثورة حنان دال السلام محمد عمر وحنان محمد عمر ومنال محمد عمر المناقي وأماني محمد عمر بشلال خوال وسعر محمد عمر كذلك بشلال خوال ويعني ورضو لا يفوتني ولا أنسى يعني الناس الجميلين أحمد عبدالباقي النعمة وآية عبدالباقي النعمة وبمناسبة بدخولها الكلية يعني اتمنى لها مزيد من التفوق وهدية برضو عبدالباقي النعمة وعسمان عبدالباقي النعمة والأمور الصغيرة لدينا عبدالباقي النعمة والله ينتهي لنا مخلية فيزو لذلك توتا يوسف أحمد بودرعية يعني وما أنسى برضو المساحة أخذ راحتك والتحية لأبينا أخي المرحوم سعيد محمد عمر عبدالحي سعيد ومcido شيد محمد عمر مروا سعيد محمد عمر ليهما التحية ليهما التحية كلهم تسلم يا أحمد وليهما ربا أحد يا bro والله الله يحليك تسلم إن شاء الله تحياك توصل لكل أهلك وأحبابك ولي كل ناسك وربنا يرود غربتك بالسلام وإن شاء الله يديك العافية وشكرا كتير على اتصالك اديك العافية مشكور طبعا دي واحدة من الاشياء الجميلة انه احنا نكون في انتظار مهاتفة وتدخل لنا اتصال تاني فانا بجد بكون مبسوطة جدا لما الواحد يحال في الحظ ويقدر يخش ويتصل ويتواصل ويقدر يرسل تحياه لكل اهل وليكل ناسه الزول البعيد دايما ماذا يزول القريب ما بيقدر يصل قدر ما انه السوشال ميديا قدر توصل الناس وتقرب المسافات لكن برضو بيكون في شوق وفي لهفة وفي حنية كده وحاجة كده يعني سبحان الله احساس داخلي عن اي بني ادم لو ما تحسى عند الناس ما بيكون زول طبيعي ولا بيكون زول عادي انه باحد دائما يحزب الشوق حتى احنا هنا يعني من داخل العاصمة بنحزب الشوق لأهلنا عبر الولايات وانا الليلة يعني عبر هذه الاطلالة والتي تعتبر اول اطلالة من بعض اجازة طويلة جدا جدا برسل تحياي واشواقي لكل اهلي ولكل ناسنا ولكل معارفنا ولوسرتي الكبيرة بولاية كسلة لأمي فايزل ابوابي والدي بخيص صباحا الخير ولي اخواني واخواتي وكل الناس وكل معارفنا وجيراننا وكل شبر في ولاية كسلة انا بحييم وبقول لهم واشتاق لكم كتير وان شاء الله يا رب نتلاقى قريب فده الاحساس اللي ينتاب كل شخص انه دايما بيحب يوصل ليكل ناس وليكل احباب وليكل معارفه البعد ما حلو والاشتياق حاجة كده يعني صعبة شديد ما قدر اوصفها ليكم وبيكون كمية من الناس قادرة تحس الحاجة دي مرنامج اللو مرحبا واحدة من البرامج اللي بيهتم بانه يقدر يصل البيوت ويصل كل الولايات ويصل كل الدول من اجل توصيل الرسائل وتوصيل الاشواق وتوصيل التحايا ومعرفة الاخبار ومعرفة تفاصيل كل الجاليات السودانية بالحاصل عليها وبتفاصيلها ويقدر نتابع معهم كل احداث ومن كل برامجه من خلال كاميرا قناة النيل الأزرق ومن خلال برنامج الو مرحبا البرنامج ده عود كل الناس انه يدخل كل البيوتات السودانية ويقدر يوصل تحاياها ويقدر يصل ويعرف كل تفاصيل الناس احنا لسه متواصلين وعندنا اتصال هاتفي بنقول الو السلام عليكم اهلا يا رضوان كيف احوالك الحمد لله تمام انت خبرنا احوالك وصحك والله يبشركم بخير والله يا اخي تصالي موجه لكل السوداني كل الشعب السوداني يا اخ جميل اتفضل وكيف الاخوار وصحك الله يا عافيك احنا تمام طول ما انتوا كويسين احنا كويسين اول حاجة انا يعني اخلي الليلة افضل بتحايا كتيرا وانحنا في اجازة يعني لكل اخوان المختربين خارج السودان نعم وتحية خاصة للوالدة طبعا الله يدي اصحك عامنا احمد حامد المفتي ربنا نتاع عافية وطبعا لو بدنا نذكر الناس هننسى ناس كتيرين ان شاء الله الليلة ما تنسى الاكثر خليها بخلحة وعميم اقول كله فا اول حاجة طبعا نحنا يعني من الرواضنا هتنري للأدرك كمختربين ودي حاجة سابسة يعني وصيلة ايه ايه والله فتحيانا برضو انا وجاء الاخواننا المختربين في السعودية وخاصة في مطاف الدمام دميعا وخاصة لاخ عباج والاخ محمد حزو نعم وعندنا العروض حقدنا ان شاء الله يوم الجمعة كل التحايا لها لجمال احمد عبدالله وسيد العديس مومين عبد المنعن نتمنى لهم كله حياة زوجية سعيدة وكل التحايا العظرة لهم العديس عمل عبدالله محمد عبدالله والعروض احمد عبدالله محمد عبدالله ألفي مبروك ربنا يتيم على خير ان شاء الله وبيت مال وعيال يا رب العالمين ونوري سعيدة يديك العافية يا رضوان مشكورة على اتصالك وتحاياك توصل بإذن الله لكل اهلك واحبابك واحنا عبرك برضو بمبارك لكل الزيجات القادمة اليوم الخميس والجمعة بنقول لكل العرسان ألفي مبروك وحياة زوجية سعيدة وحياة زوجية سعيدة الله يخليك تسلم كثير الله يخليك موسيقى موسيقى زي ما تابعنا مشاهدينا احنا كنا في شوق لانتظار الرسائل وفي شوق لانتظار المكالمات الهاتفية اللي بجدينا من كل اصدقانا وكل محبي ومريدي برنامج ألو مرحبا اخر رسالة واحنا سنختم على أبواب الختام من الأبناء رتاج وعبد الرحمن ورفال والوالد سر الختم محمد لكل الأهل والأحباب بولاية نيل الأزرق الرصيرس لالعمة منهل محمد سر الختم بمناسبة المولود الجديد ربنا يجعل ان شاء الله من أبناء الوطن البارين الصالحين بإذن الله ألف مبروك لكل الأسرة ولكل الأهل بولاية نيل الأزرق وأيضا بالخرطوم وكل المعارف والأحباب ولأسرة البيبي انا بشكر كل سادة المشاهدين التابعونا اليوم كنت أتمنى ان المساحة تمتد لمساحات أكبر وأوسع لكن ضيقة زمن دايما ما يسرقنا منكم وببعدنا بعض الخطوات عشان ما نقدر نتواصل معاكم لكن إن شاء الله في المساحات القادمة بهدي لحن الختام لكل سادة المشاهدين وكل المستمعين وكل محبي برنامج أهل ومرحبا حتى جديد اللقاء اترككم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة